بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الماد وعلى أيديه وصحابه أجمعي قال الشيخ أبو القاسم الخرقي والاختيار تأخير تامم قال أبو محمد بن قدامة في المغني ظاهر كلام الخرقي أن تأخير التامم أولى بكل حال وهو المنصوص عن أحمد وروي ذلك عن علي وأعطاء والحسن والمسيرين والزهري والثوري وأصحاب الرأي وقال أبو الخطاب يستحب التأخير من رجى وجود الماء وإن يائس من ولوده استحب تقديم وهو قول مالك وقال الشفعي في أحد قوليه التقديم أفضل إلا أن يكون واثقا بوجود الماء في الوقت لأنه لا يستحب ترك فضيلة أول وقت مسألة يذكر أبو القاسم الخرقي يقول لنا ولاختيار تأخير التامم التامم قلنا أنه عزيمة من العزائم وليس رخصة من الرخص في حالة عدم وجود الماء يدب على المسلم إذا خشي خروج الوقت أنه يبحث عن الماء فإذا لم يجد الماء يدب عليه أنه يتيمم ويصلي ولا يضيع على الصلاة فرق طبعا بين نقول هو رخصة وهو عزيمة التامم عزيمة معنى رخصة زي ما نقول المسافر في النهار رمضان رخص له أن يفطر من رخص المسافر في النهار رمضان أن يفطر فعزيمة الأصل الصوم فإذا سافر رخص له يدوز له ابن يفطر يدوز الأصل أنه يصوم ويدوز أنه يأخذ بالرخصة ويفطر يبقى هنا رخصة والأصل باقي أن هذا شهر رمضان وأنه له الصوم الآن ولكن رخص له في الفطر لكن هنا نقول أنه إذا وجد الماء لا يدوز له أن يستخدم التراب إلا إذا كان لا يقدر على استعمال الماء المية موجودة ومريض مرضا الأطباء منعوا من استخدام الماء يبقى على ذلك تفاقد الماء يبقى أيضا هنا ماء مش هيستخدم الماء وحيتيمم بالتراب على النحو اللي حنذكره بعد ذلك فالتيمم عزيمة مع عدم وجود الماء كذلك مع وجود الماء ولكن لا يقدر على استخدامه هنا إذا جاء وقت الصلاة والإنسان فاقد الماء سواء كان مسافرا ولم يدد ماء أو إنه في الحضر وفقت الماء هل ينتظر لغاية آخر وقت الصلاة يمكن إلا إيمان فيتوضأ ولا إنه من أول الوقت يتيمم على طول فبيقول لنا هنا ابن قدامى ظاهر كلام الخرقي أن تأخير التيمم أولى بكل حال هنا بقى أولى بكل حال يبقى الخلاف في الأولوية إيه الأولى؟ أولى يتيمم ويصلي بحيث يكسب إنه صلى الصلاة على أول وقتها ولا ينتظر لآخر الوقت يبقى يكسب إنه حيتوضأ ويصلي فهنا بيقول لنا ظاهر كلام الخرقي أن تأخير التيمم أولى بكل حال تلام الإمام الشافعي إنه التقديم أفضل طالما إنه ما هوش لاي ماء ولا في اجتمال إنه يجد ماء فعلا لغاية آخر وقت لكن إذا كان واثقا من وجود الماء في آخر وقت إنسان في مكان وعارف إن الساعة كذا حييه الماء وهو فاقد للماء الآن يبقى على ذلك الصلاة بالوضوء أفضل من التيمم يدوز له إنه يتيمم ويدوز له إنه ينتظر والانتظار أفضل لأنه في هذه الحالة عنده أمارة إنه هيكون في مياه قبل ما يخرج وقت الصلاة يقول بقدامة وبيختار إنه يؤخر التيمم أولى بكل حال قال لنا قول عليه رضي الله عنه في الجنوب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت يتلوم معنى ينتظر ويتلبس يصبر لغاية ما بينه في وقت إنه على جنابة ودخل وقت الصلاة ومش وادد ماء يبقى ينتظر لغاية قبل آخر وقت فإذا استمر عدم لقي أو لدان الماء يبقى يتيمم بيقول لنا برضو بكلامة ولأنه يستحب التأخير للصلاة إلى بعد العشاء وقضاء الحادة كي لا يذهب إلى بعد العشاء وقضاء الحادة كي لا يذهب خشوعها وحضور القلب فيها ويستحب تأخيرها لإدراك الجماعة فتأخيرها للطهارة أول يعني هنا نوع من أنواع القياس بيقيس إنه يقول إذا كان واحد تحط العشاء ويؤذن للأشاء يبقى هنا إيه الأولى فكان جائعا يأكل وبعدين يروح يدرك صلاة الأشاء لكن فرضنا إنه جعان ولو راح لصلاة الأشاء حيبقى جماغه في الأكل مثلا يبقى على ذلك يأكل لغاية ما يشبعه بعد ذلك يدرك الصلاة إن أدركها وإن كان الأفضل إنسان ما يأجلش الصلاة أو إنه يقدم العشاء في وقت أعلام وجود الصلاة فيه فقط إنه إذا حدث هذا الشيء وإنه وضع العشاء وكان الإنسان محتاجا إنه يأكل ولو إنه قام للجماعة يبقى مشغول بجوعه عن صلاة الجماعة فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأكل طعام عشاءه إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء يبدأ في الأول فبيقول إذا جاز تأخير الصلاة لغاية ما يتعشع فينصلي يبقى من باب أولى إنه يتأخر لغاية ما يجد الماء طالما إنه على ساقة من أن يجد الماء في آخر وقت أو إنه ظنه يجد الماء في آخر الوقت على كل الخلاف هنا الخلاف في الأول يعني إيه الأولى إذا فقد الماء ينتظر لغاية أور بآخر الوقت يمكن يجي الماء فيتوضع ولا إنه من أولها يتيمم إذا تيمم من أولها جاز له إنه يتيمم ويصلي إنه يدرب فضيلة الوقت إذا أراد التأخير أيضا يجوز له التأخير يقول لنا القاسم الخراقي فإن تيمم في أول الوقت وصل أجزعه وإن أصاب الماء في الوقت يعني لو إنه على أول وقت الصلاة وفقد الماء وما فيش عنده أمارة تدل إنه حيلاقي مية ولا ما يلاقيش فتيمم وصل بعد شوية جاه الماء حضر ووجد من يأتيه بالماء هل يلزموا إعادة ولا ما يلزموش إعادة يقول لنا ابن قدامى العادم دي الماء في السفر إذا صلى بالتيمم ثم وجد ماء لاحظ إنه غالبا ما يذكر لك المسألة إنه في السفر لأن الغالب في السفر إنسان يسافر في مكان مش عارف فيه مية ولا ما فيش مية حيبحث فيه حتة وأماكن تانية يمكن ما يعرفش يصل إليه بخلاف الحضر الحاضر المقيم في البلد ممكن يتصرف ولذلك هتلاقي إن اللي منعه من التيمم في الحضر قالوا والله الحضر كونك تفقل الماء للعذر نادر وأنت في الحضر ضروري هتعرف تجيب مية من أي مكان من البحر من الترعة من مكان في مية تاخد من جران حتى عرف تصرف وأنت في الحضر ولذلك قالوا إن ده عذر نادر فالبعض منع منه بالكلية زي قول في المشهور عند الأحناف إنه إذا كان في الحضر وفقد الماء ينتظر لغاية ما ييجي الماء فيتوضى ويصلي لكن الدمهور على إنه يدوز في السفر ويدوز أيضا في الحضر ولكن بضيق بقى في الحضر إنه لابد تبحث وتدور عن الماء أكثر من السفر لأن عذر فقدان الماء وعدم وجوده في الحضر نادر أو قليل فهنا بيضرب المسألة أو بيدينا المسألة إن العدم للماء في السفر إذا صلى بالتيامم ثم وجد الماء بتيامم وصلى لأنه فاقد للماء بعد ما خلص صلى وجد الماء هل يعيد؟ يقول لنا إذا وجده بعد خروج الوقت يعني انتظر لغاية آخر وقت الصلى وبعد رحمة يامم ومصلي خلص وقت الصلى كان الظهر مثلا دخل وقت صلاة العص وجد الماء هنا انتهى وقت الصلاة وكان قد صلى بالتيامم أجمع العلماء على إنه ما يلزموش إعادة خلص خلصت وقت الصلاة وقد صلىها صحيحة ما يلزموش إعادة طيب لو كان وجده في الوقت إنه صلى الظهر على أول وقتها الساعة واحدة واحدة ونص خلص صلى الظهر بعد خمس دقائق لأى الماء وهو مسافر كان فاقدا للماء هل يلزم الإعادة؟ نقول إذا لم يكن قد قصر في البحث عن الماء الراجح أيضا لم يلزموا الإعادة سواء يائس من وجود الماء في الوقت أو غلب على ظنه وجوده فيه ألنا وبهذا القول قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن يعني والشعبي والنقائي والثوري والإمام مالك والشفيعي وإسحاق وابن المنزل وأصحاب الرأي قالوا بهذا يعني الأئمة الأربعة قالوا إنه حتى لو كان في الوقت تيمم وصلى وبعدين وجد الماء في الوقت ما يلزموش الإعادة قال لنا قال عطاء وطووس والقاسم المحمد ومكهول وابن سرين والزهري وربيعة يعيد الصلاة يعني هؤلاء من التابعين قالوا إنه يعيد الصلاة طرم أنه لسه مازال في الوقت ومصلي بتيامم وهو في الوقت وجد الماء يعيد الصلاة ابن قدامى بيقول ولنا يعني الحج له وللجمهور حديث أبي سعيد الخدري اللي رواه أبو داود وهو حديث صحيح وفيها أن رجلين خرجوا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء اتنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا مسافرين فما كانش معهما ماء فتيامم وصليا ثم وجد الماء في الوقت دول اتنين صحابة ملقوش ماء وهم مسافرين رحوا متيممين ومصليين خلصوا صلاة لقوا الماء بعد ما خلصوا الصلاة فأعاد أحدهما رحوا واحد من الاثنين اللي صليا عاد الوضوء وعاد الصلاة ولم يعد الآخر التاني معدش حاج ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك ألول كنا مسافرين ما وجدناش ماء فتياممنا وصلينا وبعد لقينا الماء فأنا لم أصلي والتاني صلى أعاد الصلاة فقال للذي لم يعد قال للذي لم يعد قصدت السنة وأجزأتك صلاتك يعني انت عملت الفرض إلا عديك ووفقت السنة وصليت الصلاة صحيحة ما عليك شا حدا تاني قال للذي أعاد لك الأجل مرتين يبهون كإن اللي أعاد ما كانش يعرف وخشية إن الصلاة كون باطلة فلذلك أعاد طالما انت على هذا الظن فلك الأجل مرتين صلاتك الأولى كالصحيحة والثانية لك ثوابها لأنك ظننت أن الأولى لا تجزي لكن قال الأول أصدت السنة دل على إن اللي يحدث له بعد ذلك مثل ذلك الراجح أنه لا يلزم الإعاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدت السنة فإذا كنت أنا تيممت وصليت وأصدت السنة لبلا يجزل لأننا أعيد الصلاة مرة ثانية لأنها صلاة صحيحة بنص النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا واحتد الإمام أحمد بأن ابن عمر تيمم وهو يرى بيوت المدينة فصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفع فلم يعد وإذا روى الإمام مالك في موطعه ورواى البخاري تعليقا مجزون به فهو صحيح في أنه ابن عمر صلى هو يرى بيوت المدينة كان قادم من موضع اسم الجرف أو جاي من لغاية موصل لمكان اسمه المربت هو جاي من الجرف ووصل لمكان اسمه المربت وهناك كان شايف بيوت المدينة لسه أدامه على المدينة ميل أو نحوه فتيمم وصل خاف الصلاة تروح منه فتيمم وصل كان صلاة العصر ودخل المدينة والشمس مرتفع لما دخل لم يعد الصلاة يبقى ابن عمر كان خارج المدينة جاي من مكان اسمه الجرف وبعدين وصل لمكان اسمه المربت وهو خارج المدينة جاءت عليه صلاة العصر ما فيش ناء ما قالش أستنى لما دخل مدينة خشية قال لعلى ما يدخل مدينة تكون خلص وقت الصلاة راح فتيمم وصل ثم دخل المدينة كاللسة باقي وقت على المغرب ولم يعد رضي الله تبارك وتعالى يقول لنا ابن قدامى في ترديح يعني مذهب الجمعور أن الذي يصلي بتيمم ويجذي الماء في الوقت لا يجب عليه أن يعيد الصلاة مرة أخر قال لأنه أدى فرضه كما أمر فلم يلزمه الإعادة ربنا أمر بأداء الفرض قالوا لأن عدم الماء عزر معتاد يعني يقول أن الإنسان المسافر غالبا ما يفقد الماء ده كان في الماضي على هذا الشيء ونعرف الرحمة اللي احنا فيها إن كثيرا ما تجد الماء وأنت مسافر ولا تفقده من رحمة رب العالمين سبحانه قالوا لأنه أسقط فرض الصلاة فلم يعد إلى زمته هنا لتوجيه لقول الجمهور يقول هذا صلى الصلى لي مش فريدة فرضها الله عز وجل طالما فرضها الذي صلىها اسقط عن زمته لما اسقط عن زمته إلا حيردحها تاني وهو قد صلىها صلاة صحيحة إذا على ذلك لا يلزم الإعداء طيب كيفية التيامم بقى هنا يا أبو القاسم الخراقي يقول لنا والتيامم ضربة واحدة التيامم ضربة واحدة ابن قدامى يقول لنا المسنون عند أحمد التيامم بضربة واحدة فإن تيامم بضربتين جاز هنا نعرف صنة النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف الخلاف اللي بين العلماء في المسألة قول الحنبلة وعلي كثير من العلماء أنه التيامم هي ضربة واحدة فقط يضرب على الأرض وحنقول تفسير كلمة الأرض والصعيد الطيب بعد شوية فهو ضربة على الأرض وبعدين يمسح وجهه وكفه يبقى ضرب الأرض مرة واحدة طيب لو أنه ضرب ضربة ومسح وجهه وضرب ضربة تانية ومسح كفه التيامم صحيح لكن السنة نشوفوا كده الأدلة التي بيقولها لنا انت أما ضربتين جاز وقال القاضي الإجزاء ويحصلوا بضربة والكمال ضربتان ده كلام القاضي أبيعلى من الحنبلة يقول الإجزاء إجزاء في التامم يعني يحصل بضربة واحدة والكمال ضربتان يعني كأنه حاول يجمع بين الأحاديث اللي دائت في المسألة من ضربة ومن ضربتين فقال هذا الشيء ولكن هنعرف ان حديث الضربتين حديث ضعيف فعلى ذات مش هنجمع بين حديث ضعيف وحديث صحيح قال لنا والمنصوص ما ذكرناه يعني عن إمام أحمد أن التامم ضربة واحدة فقط قال الأسرم قلت لأبي عبد الله الأسرم من تلامزك إمام أحمد يسأل الإمام أحمد هو أبي عبد الله التامم ضربة واحدة فقال الإمام أحمد نعم ضربة للوجه والكفين ومن قال ضربتين فإنما هو شيء زادة وده معناة ضعيف زيادة أن التامم ضربتان التامم هي ضربة واحدة فقط قال الإمام الترمذي وهو قوله بواحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علي وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي ومكحول والأوزعي ومارك وإسحاق دون مجموعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورد الله عنه ومن التابعين ومن الأئمة الإمام الشافعي يقول لا يجزئ التامم إلا بضربتين شوف الفرق بين إنه المسنون ضربة واحدة والقول إنه لا يجزئ إلا بضربة يعني عند الشافعي لو إنه تامم بضربة واحدة التامم بتاعه غير صحيح قال لا يجزئ التامم إلا بضربتين للوجه واليدين إلى المرفقين يبقى هنا كإنه عند الإمام أحمد والجمهور التامم ضربة وحيمسح بها الوجه واليدين الكفين ظاهرة مباطلة عند الشافعي حيبقى ضربتين ضربة للوجه وضربة تانية لليدين إلى المرفقين يعني زي الوضوء زي الوضوء إن بيغسل في الوضوء اليد لغاية المرفق فهيقول في التامم كذا وكأنه قاسه على آية الوضوء وكأن الإمام الشافعي قاس ذلك على آية الوضوء قال لنا روية ذلك عن ابن عمر وابنه سالم وعن حسن والثوري وقال بي أصحاب رائع اللي أحنا فيها الإمام الشافعي وأيضا قبله الإمام أبو حنيفة على إنه التامم ضربتين ولابد منه التراب يوصل لغاية الزراعين إن لغاية المرفقين يمسح يعني المسح لغاية المرفقين دليلهم إيه؟ قاله روى ابن الصمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تامم فمسح وجهه وذراعيه دالوا صح يكون حجة لهم ولكنه لم يصح قال الإمام أحمد رحمه الله في أحد رواة هذا الحديث واسم محمد بن سابت اللي نفيه إنه روى حديثا منكرا في التامم روى محمد بن سابت حديثا منكرا في التامم يعني كل اللي بيروي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وكفيه هذا روى إنه وذراعيه فهنا أقطع في رواية الحديث وهو حفظه فيه لين فعلى ذلك يعني محمد بن سابت روي هذا الحديث هو صدوق ولكنه لين الحديث لين يعني حفظه فيه شيء فيه ضعف في ناحية حفظه ولا يتعمد الكذب فإذا كان الرواية روى النبي صلى الله عليه وسلم مسح الكفين فقط وهو زاد الزراعين فلا يحتاج بهذه الزيادة لأن حفظه ضعيف حديث آخر عن ابن عمر وجابر وأبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التامم ضربة للوجه وضربة ليدين إلى المرفقين أيضا هذا لا يصح وذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث وصوب أنه منقوف على ابن عمر أما باقي الأحديث فلا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مسألة الضربتين في التامم لم يصح فيها حديث مسألة أنه يمسح اليدين لغاية المرفقين زي زي الوضوء يغسل الدراع كلها فيمسحها في التامم أيضا لم يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمهور يحتدوا بالي أهنى بن قدامة هنا لنا ما روى عمار قال بعثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادة فأجنبت في حادة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة حديثنا ذكرنا قبل كذا وأننا الحديث متفق عليه وفي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمارا وعمر بن الخطاب الاثنين كانوا في مكان والاثنين أصابتهم جنابه عمر وعمار وعمر نسيا نسيا قصة كلها على بعضها نساها عمر لكن عمر كان فترعا ولذلك واحد جاء يسأل عمر رضي الله عنه في ذلك أنه يعمل إيه فقال إني إذا لم أجد الماء لم أصل ده عمر قال هذا الشيء إنما عمار قال لعمر رضي الله عنه أما تذكروا قد بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك لنبي صلى الله عليه وسلم إذا هنا عمار ذكر أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الواية تانية بعثه هو وعمر لاثنين كانوا مع بعضه لاثنين أجنبه عمر لم يصلي وصل عمار إزاي اتمرغ في الأرض كان على جنابه فظن أنه التيمم من الوضوء حيمسح الوجه والكفين مثلا يبقى الجنابه زيها زي الغسل الغسل بيغسل جسم كله يبقى كأن التيمم نفس الحكاية من أجل الغسل لذلك اتمرغ في الأرض في رواية هنا أنه تماعكته تماعكته يعني خل جسمه كله عليه ترام زي ما الدابة بتعمل في الأرض فقال إنه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وظاهر كفيه ووجهه لما هنا علمه النبي صلى الله عليه وسلم وذا من أصح ما يكون من الحديث حديث متفق عليه وفيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له يعني اتيمم إزاي وذا كان على جنابه فإذا كان الجناب التيمم تحى بالشكل هذا يبقى الوضوء مثلها فهنا علمه أنه ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة يبدأ دليل على خطأ من قال ضربتين ثم مسح الشمال على اليمين يبقى ضربة ومسح الكفين على بعض الشمال على اليمين ووجهه هنا ضربة للوجه والكفين ولما ذكر هنا قال مسح الشمال على اليمين وظاهر كفين فعطب بالواو بليل على أن الترتيب ما هو شفرد مش فرد الترتيب يبدأ بالوجه وبعدين الكفين لأنه عطب بالواو فيها لبع ذلك إذا ضرب بيديه على الأرض ومسح وجهه وكفين هذا التيمم اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم رواية أخرى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ونفخ فيهما يبقى الدليل على انه مش مطلوب انه يبقى اديه مليانة طراب مثلا زي ما بيتوضى بيملأ اديه مير ويغسل وجهه اي يقوم هنا في التيمم لا ده هو مجرد انه غبار الارض بيجي على اليدين وينفخ يخفش بحيث انه يفضل شيء من الطراب يسيرا يمسح وجهه ويمسح كفيه بيه بيقول لنا وقد احتد ابن عباس بهذا فقال ان الله تعالى قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم وقال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وكانت السنة في القطع من الكفين وانما هو الوجه والكفان يعني كام ابن عباس رضي الله عنه بيقول لهم ذلك قياسا يعني يقول انه مسح النبي صلى الله عليه وسلم على اليدين المسح اليدين والآية اللي بذكرون فانسحوا وجوهكم وايديكم من ايه ايديكم فبقول اليد جاءت في القرآن بمعنى اليد من الرسق من الرسق معياش من اخر الزراع ولا من المفصل لا لا من الرسقين فقط يبقى اللينا ربنا سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقطع يد السارق انما هو من الرسق اللينا وكذا السنة في القطع من الكفين يبقى الآية فامسحوا وجوهكم وايديكم المقصد باليد هنا هي نفسها اليد اللي جاءت في قطع يد السارق من الرسق ده قول ابن عباس رضي الله عنه ابن خدامى بيقول لنا ولأنه حكم علق على مطلق اليدين حكم علق على مطلق اليدين يعني مقيتش طالما لم يقيت يبقى حنجري مجرى غير من الاحاديس اللي جاء فيها اليدين وفهم منها انه هو الكفين فقط قال فلم يدخل فيه الزراع كقطع يد السارق اما احاديثهم فضعيفة وبين ضعف هذه الاحاديث قال وقياسهم ينتقد بالتيمم عن الغسل الواجب هنا عند الشفعية قالوا انه التيمم في عضوين هما من اعضاء الوضوء يعني يقولون ربنا سبحانه وتعالى زكروا اذا قمتم الى الصلاة فاغصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق دي ايت الوضوء اذا قمتم الى الصلاة فاغصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برغوسكم واردوا لكم الى التعبين وان كنتم جنوبا فالطهار وان كنتم مرضى او على سافرين او داء احد منكم الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هنا بقى الامام الشفاعي نظر للآية قال انه الآية اولها ذكر الله عز وجل فيها اعضاء الوضوء اربع اعضاء وفي اخر الآية خد منهم عضوين اتنين جعلها للتيامل فاذا كان اول الآية قيت فيها اعضاء الوضوء بانك هترسم الوجه ولابد من استيعابه وقال لك اغسل اليدين الى المرفقين ثم جاع في التيامل في الآية نفسها واطلق يبقى احنا حنقيد هذا المطلق بما قيت قبله ودي مسألة في الاصول يقول لنا فيها ان حكم المطلق مع المقيد اذا كان اتحد السبب واتحد الحكم يقول لنا يحمل المطلق على المقيد اذا اختلف السبب واختلف الحكم يبقى لا يحمل المطلق على المقيد اذا اتحد السبب واختلف الحكم يقولون ادي هنا اللي فيها اتحد السبب يعني انه سبب الوضوء وسبب الغسل وسبب التيمم هو رفع الحدث او هو التطاهر من اجل الصلاة او الاستباحة الصلاة بيقول لنا طيب هنا الوضوء اذا كنت انت على غير وضوء فلم تجد ماء يبقى اتيام وليبت الماء يبقى توضع يبقى سبب الوضوء وسبب التيمم هو انك على حدث وانك الان تريد استباحة الصلاة او رفع هذا الحدث قاله يبقى السبب واحد النتيجة بتاعت هذا السبب هنا قال لنا اغسله وبين الغسل يكون ازاي فعل الى المرفقين وهنا قال لنا امسحه وما ينش فاطلقها قال يبقى على زيك نحمل هذا المطلق على المقيد اللي فات وده كلام وديه لو لم يكن فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فطالما صح الحديث يبقى العمل على الحديث لانه يبين صلوات الله وسلم عليه ما في القرآن من مجمل او انه اذا كان هذا الاطلاق مقيدا كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالتقييد فلما لم يفعل دل على ان التيامم مسح الوج ومسح الكفين يقول لنا ابن كدامة فصل ولا يختلف المذهب بانه لا بانه يجزئ التيامم بضربة واحدة وبضربتين يعني عايز يقول هنا لو اني انسانا قال لا انا حتيامم بضربتين اضرب ضربة للوجه واضرب ضربة تانية وامسح بها الكفين هل ينكر عليه وتألو لا الوضوع الالتيامم بتاعك باصل بقول لي لا 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 يختلف المذات فان ال Relay ان الالتيامم بتاعه وكون صحيح ولكن الاولى مدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا طيب انت اما بأكثر من ضربتين هل التيامم بتاعه صحيح ولا يصر صحيح بيقول لنا انه ايضا التيامم بتاعه صحيح ولكن افضل شيء ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فإن وصل التراب إلى وديه ويديه بغير ضرب يعني لو إن إنسان عايز يتوضى ولم يجد ماء وبعدين في مكان الريح فيه شديدة فسف التراب فديه التراب من غير حادي على وديه وعلى يديه من غير ما هو يتعب نفسه في شيء هل التام ومبتاعه صحيح ولا ليس صحيحا يقول لنا ابن قدامى هنا يحتمل يحتمل الأمر إنه يجزئه ويحتمل ألا يجزئه وبرجح يقول لنا صحيح أنه لا يجزئه ليه لم يجزئه قال لأن ربنا ألفا مسحه وهذا لم يمسح دراب هو اللي جه عليه وحده ولكن حيشكل عليه أيضا في أمر الوضوء فغسله فلو إن الإنسان وضع له الماء على أعضاء الوضوء أو إنه صمد للماء ينزل على أعضاء الوضوء وحصل إنه وصل لأعضاء الوضوء جميعها فالوضوء بتاعه صحيح أو الغسل لو أنه وقف تحت المطر أو تحت الدوش ونزل على الماء على كل جسده يبقى على ذلك الغسل بتاعه صحيح ولكن هنا الأفضل إنه إذا حصل وجاء التراب وحده وقصد بذلك التيمم فاليازت على ذلك إنه يمرر اليد على الوجه ويمرر اليد على الأخرى يبقى على ذلك خرد من الخلاف وقلنا وإن لم يكن قصد الريحة ولا صمد لها فأخذ غير ما على ودهه فمسح به وجهه جيز يعني فرضنا أنه كان شغال في مهنة كل جسم تراب وده وقتل صلام الأش ما يتوضأ به فاقد الماء فخذ تراب مما على جسده مسح على يديه ومسح وجهه ومسح كفيه مما على جسده بالتراب فالراجح أن التيممم بتاعه صحيح فصل إذا على على يديه تراب كثير لم يكره نفخه يعني دم نسونا أنه ينفق التراب إذا كان يريد التيمم وضرب بيديه الأرض إذا عليها تراب ينفق ثم يمسح وجهه بما بقي ويمسح كفيه مسألة يقولنا أنه يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو تراب يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو تراب المعنى هل التراب فقط هو اللي يجوز التيمم منه ولا يجوز التيمم منه على وجهه